مرحبا أبغى أتكلم معكم في هذا الفيديو عن مرض الزهايمر مرض جدا شنيع ربما أشنع مرض على الإطلاق بإمكان الشخص يتعرضي لليوم الله يبعد عننا الأمراض طبعا بس الواجب علينا أن نتثقف طبعا الكل مننا خصوصا اللي لسه شباب يعني بالنسبة لهم أنا ما ليشغل مرض هذا حق ناس اللي كبار في العمر وفي الغالب الكلام هذا صحيح قلة من الناس يصابوا بالمرض هذا في عمر مبكر بس في الواقع بإمكاننا نتخذ خطوات ابتداء من شبابنا لتفادي حدوث المرض هذا لنا في هذا الفيديو أبغى أعرفكم بعض الشغلات عن المرض وعن الحاجات اللي بإمكاننا نسويها عشان نحاول نبعد عننا المرض هذا لما نتقدم في العمر مرض الزهايمر مرض الزهايمر يبدأ في الجسم فعليا قبل المرحلة اللي تبدأ فيها الأعراض على الظهور بعشرين سنة يعني الشخص اللي يصاب بمرض الزهايمر على عمر ستين في الواقع بدأ عنده المرض وهو عمره أربعين سنة بس المرض تراكمي يعني يبغاله يتراكم لمدة عشرين سنة على بال ما تبدأ أول بوادر العراض المرضية نصف كل المصابين بمرض الزهايمر عندهم الجين اللي اسمه APOE4 فإذا كان الشخص عنده وسيلة أن يروح يسوي فحص جينات جدا مفيد أن الواحد يتعرف إذا كان عنده الجين هذا أو لا إذا كان عندك الجين هذا فلابد أنه تتخذ خطوات بوتيرة يعني أعلى لتفادي المرفض طبعا أنا لاحقا في الفيديو هذا بأقول لكم إيش الحاجات اللي بإمكان الشخص سويها عشان يحاول أنه يفادي نفس المرض هذا فالناس اللي عندهم الجين هذا مؤكد يبغالهم يسعوا أكثر من أي أحد ثاني أكثر من الآخرين إلى أنهم يتخذوا الخطوات الوقائية هذه سبب حدوث المرض هو تكون مادة بروتينية لزجة يسمى بيتا أمالويد ما بين خلايا الدماغ وكذلك تكون مادة أو بروتين داخل الخلايا اسمه تاو الحدثين هذول لما يحصلوا ولما المخ ما يقدر لا يتمكن من التخلص من المشكلتين هذول ويتراكم المواد هذه يحدث المرض لأن الخلايا يصير لها اختناق بروتين تاو اللي داخل الخلايا يقلل من إنتاج وفعالية المواصلات العصبية اللي من بينها اسيت الكولين فيبدأ المرض بأنه المواد هذه تعبي فضاء الخلية بحيث أن الخلية ما تقدر تتصرف تصرف مناسب ومحيط الخلايا برضو يمتلئ بالبيثا أمالويد ويخنق الخلايا ويستمر لاختناق هذا يعني طبعا يبدأ بتردي في وظائف الخلايا ويستمر التردي ويتكاثر التردي هذا إلى أن تصل الخلايا إلى مرحلة تبدأ في الموت الناس اللي عندهم حالة متقدمة من الزهايمر حجم المخ عندهم أقل لأنه كثير من خلايا مخهم ماتت سابقا كان الطريقة الوحيدة اللي الواحد يعرف يعني يتحقق من أن الشخص عنده مرض الزهايمر ينظر هو بعد الوفاء مع التشريح ينظر إلى المخ وترى الأشياء هذه الآن في فحص أشعة اللي من خلاله نتعرف على إذا كان في البيتا أمالويدز هذه إذا كانت موجودة أو لا الفحص هذا لسه جديد وغالي جدا مش متوفر للعامة مش متوفر في المستشفيات العادية الآن متوفر فقط اللي يسووا تجارب وفحوص واختبارات عشان يطوروا وسائل لمكافحة المرض بس مع الوقت كالعادة مع الوقت بتتوفر الأدوات هذه في المستشفيات العادية وتتوفر للعامة بسعر المنطقي نتمنى أن هذا الشيء يحصل في القريب العاجل من ضمن الخطوات اللي اتخذت لمحاربة المرض هو صنع مصل لقاح يحتوي على بيتا أمالويدز اللقاح هذا حقن في حيوانات المختبر ونجح نجاح جدا باهر يعني حيوانات المختبر اللي كان عندها الزهايمر بعد حقن اللقاح هذا اتخلصت من الزهايمر تنظف المخ من البيتا أمالويدز ورجع وظائف المخ الطبيعية مع الأسف نفس أسلوب اللقاح هذا اختبر على بني آدم ويبدو أنه الاختبار تم بسرعة بدون ترتيبات اللازمة ففشل فمع الأسف يعني في اللحظة هذه لسه ما في لقاح وما في علاج للإنسان اكتشف أنه في علاقة عكسية بين مستوى الأستروجين عند النساء ومستوى التستاسترون عند الرجال وبين تكون أو إمكانية حدوث مرض الزهايمر يعني الرجال اللي عندهم مستوى التستاسترون منخفض ويستمر منخفض لفترات طويلة والنساء اللي عندهم مستوى الأستروجين منخفض ويستمر في شكل منخفض لفترات طويلة وجد أنه فيه علاقة بين الوضع هذا وبين تكون الزهايمر مرض الزهايمر يعتقد أنه الخفاض مستويات الهرمونات الطيبة هذه الممتازة عند الرجال وعند النساء يقلل من وطيرة التنظيف اللي يحصل في المخ يحرر المخ أو ينظف المخ من البتا أميلويد ومن التاو بروتين وجد أيضا أنه فيه علاقة عكسية بين عدد ساعات النوم وبين تكون البتا أميلويدات اللي في المحصلة عند كثير من الناس تؤدي إلى تكون مرض الزهايمر يعني الناس اللي يناموا عدد ساعات كافي من سبع إلى تسع ساعات في كل ليلة بالنسبة للبالغين طبعا الناس هذول اللي يناموا عدد ساعات كافية مخهم عنده إمكانية أكبر في التخلص من البتا أميلويدات لأنه خلايا المخ خلايا المخ تقوم بعملية التنظيف اللي اسمها أوتافاجي على فكرة انتكلمت عن الأوتافاجي في فيديو منفصل أوكي بحط لكم اللينك هنا إذا تحب تفهم أكثر إيش الأوتافاجي فالأوتافاجي هي عملية تنظيف الخلايا من الحاجات اللي سيئة فيها المحتويات السيئة الأوتافاجي هذا بالنسبة لخلايا المخ يتم خلال ساعات النوم الناس اللي يناموا عدد ساعات كافية يكون عندهم الأوتافاجي يعني وطيرة الأوتافاجي عندهم تكون عالية وبالتالي المخ يستطيع عندها إمكانية أكثر من إنه ينظف نفسه من البتا أميلويد اللي تكون زهايمر الناس اللي ما يناموا كافية ساعات كافية ويستمروا بالطريقة هذه لفترات طويلة مخهم ما يصير عنده فرصة إنه ينظف يسوي التنظيف الليلي هذا وبالتالي يصير فيه إمكانية أكبر لتراكم البيتا أميلويدات اللي في المحصلة عند كثير من الناس تؤدي إلى زهايمر برضو معلومة إضافية اللي جدا مهمة هرمون الإنسلين يتنافس مع الإنزيمات اللي تؤدي إلى تنظيف وإزالة البيتا أميلويد يعني الناس اللي باستمرار عدهم كمية الإنسلين في الجسم عالية في الدم الناس هدول عادة ما يعصوا على تنظيف الأميلويدات بكفاءة عالية الناس اللي يرغبوا في تحسين فرصة عدم حدوث مرض الزهايمر لهم لما يكبروا في العمر خصوصا الناس اللي عندهم الجين هذا APOE4 الناس هدول بإمكانهم يعني يساعدوا نفسهم بمزاولة الرياضة خصوصا رياضة رفع الأوزان بوتيرة عالية بـ High Intensity وكذلك ممارسة رياضة الهيت اللي هي High Intensity Interval Training النوعين من الرياضة هدول يساعدوا على إفراز المزيد من هرمون التستاسترون والأستروجين بالنسبة للنساء الرياضة تساعد على إفراز مباشرة للأنزيمات التي تنظف المخ يعني اللي تحفز على الأتافجي برضو الرياضة تقلل من مقاومة الإنسولين زي ما ذكرت قبل شوي الإنسولين ينافس ويقلل من الإنزيمات اللي تنظف البيتا أميلويدز فالرياضة لمختلف الأسباب جدا مفيدة إلى لتحسين إمكانية تفادي تراكم البيتا أميلويدز وبالتالي تفادي إمكانية حدوث مرض الزهايمر على المدى البعيد الشيء الآخر اللي مفيد لتفادي مختلف الأمراض المزمنة ومن ضمنها الزهايمر هو التغذية المناسبة التغذية السليمة اللي تحتوي على كم كبير من الخضار بمختلف الألوان أنا أقصد الألوان مش الأنواع فقط لأنه مختلف الألوان بين الأحمر والأخضر والأزرق والبنفسجي وكذلك البرتقالي الأصفر الخمسة فئات من الألوان هذه لها مردود جدا عالي على صحة الجسم ما أبغى يعني أسهب في الموضوع هذا لأني أتكلم في الموضوع هذا في فيديو لاحق الألوان هذه اسمها فيتو كيميكولز أو فيتو نيوتريينس والألوان هذه جدا مهمة للصحة من ضمن الأشياء اللي فعالة في الأوتافجي وفي تحسين إمكانية تفادي الزهايمر هم الرمان والبقدونس والكركم الثلاثة أشياء هذه جدا جدا مفيدة يعني هذا يعني بالتجارب المخبرية في المختبر وجد أنه الثلاثة أشياء هذه جدا جدا مفيدة لتفادي تراكم البيت آمالويتس طبعا رازفيراترول من العنب الأحمر وكذلك من البلو بيريز أو على صورة مكمل سواء مكمل رازفيراترول ولا تيروستيل بين الشيء هذا جدا مفيد لأنه يسرع من وطيرة الأتافجي وبالتالي يساهم بشكل كبير في تنظيف خلايا المخ من التاو بروتين اللي يخنق القلية من الداخل في النهاية أريد أن أذكر أنه قبل فترة كان فيه فيديو فيه شخص اللي كان يتحدث كيف أنه الألمنيوم هو سبب الزهايمر وأنه يبغلنا نتفادى الطبخ في أواني ألمنيوم عشان نتفادى للمرض هذا في الواقع ما في أي علاقة يعني الألمنيوم والطبخ في الألمنيوم مش حاجة طيبة بس ما في أي علاقة بين استخدام الألمنيوم أو بين الألمنيوم ككل وبين مرض الزهايمر مرض الزهايمر حاجة اللي جدا مختلفة عن ما ذكر في الفيديو هذا بس هذا اللي حبيت أقول لكم اليوم بخصوص مرض الزهايمر يعني بغيت بس أعطيكم رؤوس أقلام عشان يكون عندكم وعي للمرض ووعي لإيش الأشياء اللي يبغى لكم تسووها لتفادي المرض هذا بيسكل شغلتين يبغى لك تسوي رياضة على انتنسيتي عالية واتيرة عالية من الجهد وكذلك نام نوم كافي بين سبع و تسع ساعات في اليوم وإن شاء الله بإذن الله تكون في السليم إذا كان عندك إمكانية تكشف على الجينات تأكد أنه ما عندك الجين اللي واضح أنه إلى ارتباط جدا عالي بمرض الزهايمر إذا ما عندك فلا بس سوي الوسائل الوقاية اللي ذكرناها وإن شاء الله تكون إلى الأبد بخير وبصحة عالية وإن شاء الله ألتقيكم بإذن الله قريب في فيديو آخر في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة